قصة تولي منصب القضاء الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يميل لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلنا ذاك الذي يميل لآل بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعتبر أنهم الأولى بتولي خلافة المسلمين في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية وعصر إمامنا نهايات الدولة أو جزءا ليس يسيرا من زمن الدولة الأموية وأيضا صدر الدولة العباسية فإمامنا كما علمنا ولد سنة ثمانين من الهجرة الخلافة الأموية انتهت في نهاية سنة مية واحد وثلاثين من الهجرة يعني سقطت الخلافة الأموية وعمر إمامنا خمسون سنة وظل في خلافة الدولة العباسية عشرين سنة فرأى المظالم الذي وقعت على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم كما قلنا في لقاءات سابقة لما تحدثنا عن فقهاء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلمنا عن علي زين العابدين وتكلمنا عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق وتكلمنا عن مفهوم آل البيت من هم وأننا نقدرهم وأننا نحبهم وأننا نجلهم لكننا لا نرفعهم أبدا فوق مصاف البشرية وأنهم ليسوا معصومين كما يزعم الشيعة بل هم بشر شرفهم بانتسابهم لحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الشرف أشهد في ذلك أن إمامنا الكبير تعاطف مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة لما قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية وامتطوا العلويين أبناء علي ابن أبي طالب أبناء الحسن والحسين وطمعوهم أنهم شراكاء معهم في الملك وبعد أن تمكنوا في زمن أبي جعفر للمنصور انقلبوا عليهم رأسا على عقب بعدين قامت ثورة بيعني قيادة محمد النفس الزكية من نسل يعني محمد بن الحسن من نسل الإمام الحسين مع أخي فأرسل أبو جعفر المنصور جيشا فقتل محمد وقتل أخاه وهنا اشتد تعاطف الكثير من المسلمين مع هؤلاء واشتد تعاطفهم معهم ويروى أن أبا حنيفة كان من الداعبين لمحمد النفس الزكية فوصلت يعني رسالة بذلك المعنى لأبي جعفر المنصور يعتبر المؤسس الحقيقي بعد أبي عبد الله السفاح الخليفة العباسي الأول جاء أبو جعفر المنصور حدثت في زمنه في الحقيقة جملة من الكوارث والمآسي لكن هو يعتبر مؤسس الدولة العباسية والذي بسط نفوزها على أرض الخلافة لكن حدثت أخطاء تلك الأخطاء يسأل عنها أصحابها لا يسأل عنها الإسلام لا تسأل عنها خلافة إنما يسأل عنها من ارتكبها كل نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فنمت يعني مكيدة وشاية إلى أبي جعفر المنصور أن أبا حنيفة الفقيه المقدم البارز متعاطف مع العلويين أي مع أبناء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاستقدمه لبغداد التي خطها أبو جعفر المنصور وكان بالكوفة أبو حنيفة فلما استقدمه عرض عليه منصب القضاء فأبو حنيفة قال لا أصلح لمنصب القضاء قال أنت تصلح قال أنا لا أصلح لمنصب القضاء قال أنت تكذب فقال له أنت شهدت علي بنفسك أني لا أصلح قال كيف قال لأنك قلت أنت تكذب والكذاب لا يصلح أن يكون قاضيا كما قلت في لقاءات سابقة إمامنا حباغ الله تعالى بسرعة البديهة وبالأجوبة المفحمة المسكتة فكان نادرة من النوادر في الزكاء رضي الله تعالى عنه أرضاه أنت قلت بنفسك أني لا أصلح قال له إزاي قال له أنت قلت قلت وصفتني بالكذب والكذاب لا يصلح أن يكون قاضيا فإن كنت كاذبا فأنا لا أصلح وإن كنت صادقا فقلت لكم أنا لا أصلح لمنصب القضاء ضربه بالسياط وأمر بسجنه ويخرج في كل يوم ليدلد ويضرب بالسياط من أجل أن يقبل فما ازداد إلا إباء ورفضا أبو جعفر المنصور أراد أن يختبر ولاءه هذا هو السر للدولة العباسية فقال إن قبل فهو معنا إن رفض منصب القضاء فقلبه ليس معنا فعرض عليه ذلك المنصب لاستمالته ولارتباط الناس به كمن يزوج يعني ولده بابنة شيخ قبيلة كبيرة لاستمالة شيخ القبيلة وكل أفراد القبيلة إليه ربما يفعلون ذلك فالخلفاء كانوا يفعلون ذلك ذلك الأمر كان موجودا ومعلوم أن الإمام سعيد ابن المسيب رفض أن يزوج ابنته لأحد أولياء العهد في زمن الدولة الأموية ليه لأنهم أرادوا استمالته لأنه كانت له مواقف معينة فعرض عليه مرة ثانية وسالسة فرفض الإمام رضي الله تعالى عنه أرضاه ثم قال أبو جعفر والله لتلينا منصب القضاء فقال والله لا ألي منصب القضاء فالربيح لهو الوزير الحاجب قال الخليفة يحلف وأنت ترفض قال نعم الخليفة أقدر مني على كفارة اليمين خلي يحلف برحته هو يكفر كفارة يمين برحته ما فيش مشكلة الخليفة أقدر مني على منصب القضاء وسدين وضرب مرة ثانية وثالثة وبعدين بيسألوا لما لا تلي منصب القضاء فقال منصب القضاء يحتاج إلى نفس قوية تحكم عليك وعلى ولدك وعلى حاشيتك كما تحكم على الناس جميعا ولست صاحب تلك النفس أنا مش صاحب النفس القوية دي ليس يأتي للكتاب كما قال الإمام مالك أيضا لما رفض منصب القضاء وكان أيضا يعني كان متعاطفا مع يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورفض منصب القضاء وقال وربما قال نفس الكلام الإمام أبو حنيفة سيأتيني الكتاب من أمير المؤمنين أو من أحد الولاة ويقال لي أنفذ أمر أمير المؤمنين بالحق كان أو بالباطل كان ثم أحاسب عن ذلك جامل فلان واترك فلان وعفوا عن علان وعاقب ترتان فرفض الإمام ذلك بعدين بيسألوا سؤال يقول له فلما لم تقبل صلتي إن الفلوس اللي بابعتها لك مش بتقبلها ليه فقال أبو حنيفة لو كانت من مال أمير المؤمنين لقبلتها لكنها من بيت مال المسلمين ولست من المرابطين والمجاهدين لأكون مستحقا لها ولست من الولدان المستضعفين ولست من الفقراء فكيف أقبل مالا للمسلمين نصيب فيه ولا حظ لي فيه فسكت أبو جعفر المنصور ما الذي يفعله أمام ذلك الجبل الشامخ الأشم السامي الراقي في إبائه ورفضه وفي إرادة الحجج المقنعة الدامغة التي لم يستطع أبو جعفر المنصور يعني مجارات الإمام فيها كان بيسكت لأن أجوبة الإمام من الأجوبة المسكتة في كتاب اسمه الأجوبة المسكتة والقرآن الكريم أورد بعضا من الأجوبة المسكتة يعني في قصة إن مرود مع الخليل إبراهيم لما جل أنا بأحي وأميت كذا فالخليل إبراهيم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر سكت خلاص أغلق عليه ما الذي يقوله بعد ذلك لا يستطيع أن يصنع شيئا فكان إمامنا هكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك در عليه ذلك الرفض يعني محنا وتعذيبا ويعني ألما شديدا وحرمانا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا في الحقيقة يعني أقف عاجزا بكلماتي عن التعبير عما كان عليه إمامنا الكبير الذي يأبى بعزة وأنفة وتركض الدنيا كما قال الإمام عبد الله بن المبارك خلفه وهو يخرب منها تركض المناصب خلفه وهو يخرب منها والبعض ربما يزل نفسه من أجل الوصول لمنصب ربما يدفع رشاوة من أجل الوصول إلى منصب وهو مسؤول عن ذلك المنصب في المستقبل القريب أو البعيد هو مسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون ترجمة نانسي قنقر